بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن جودة التغذية الكهربية وتأثيرها وتأثرها بالمركبات الكهربية دعني اتكلم عن البر كواليتي الخاصة بالشبكة وتأثيرها او تأثير الالكتريكال فيكل على الشبكة طبعا موضوع ازدياد عدد السيارات الكهربية ده موضوع مهم جدا ودايما معظم الحكومات او البلدان بتتوجه في زيادة المركبات الكهربية او الالكتريكال فيكل وطبعا الالكترونيات المستخدمة فيه الالكتريكال فيكل بستخدم موحدات الالكترونيات القوة او الباور الالكترونيك دي بايسيز تمام عشان اشحن باك البطاريات او الباتاري باك طبعا احنا عارفين ان السيارات بتصنف كتصنيف رئيسي الى سيارات كهربائية ببطاريات اللي هي بيسموها الالكتريكال فيكل ويز باتاريز او بي اي في تمام ودي بتعمل فقط من خلال حزمة البطاريات او بنسميها الباتاري باك او بنك البطاريات النوع التاني سيارات كهربائية هاجينة بقابس اللي هي بيسموها بلاج ان بقابس يعني بلاج ان هايبريد الكتريكال فيكل او بيرمزولها بالرمز بي اتش اي في ودي بتعمل من خلال حزمة البطاريات ومحرك الاحتراق الداخلي اللي هو الاي سي اي احنا عارفين ACA Internal Compensation Engine او محرك الاحتراق الداخلي طبعا للحالتين انا احتاج مصدر كهربائي من الشبكة العامة احنا تأثيرنا او محاضرتنا النهاردة على تأثير السيارات الكهربائية على الشبكة العامة طبعا انا محتاج عشان اشحن العربيات دي محتاج كهرباء او مصدر كهرابي من الشبكة العامة على عشان اشحن البطاريات او حزمة البطاريات بتاعتي طبعا واضح في الشكل مكونات السيارات الكهربية في عندي حزمة البطاريات تمام نحن بصينا على الجزء ده اللي هو بيكون فيه محرك الاحتراق الداخلي تمام فيه هنا مولد وفيه مدير الكترونيات القدرة طبعا في السيارات الهاجينة اخوانا لان هنا الكترونيات القوة بوضحها في السيارات الهاجينة بقابس اللي هي اللي احنا قلنا عليها من شوية بلاج ان هايبريد بلاج ان هايبريد تمام فهنا فيه خزان وقود خزان ده بياخد على محرك الاحتراق الداخلي او الاي سي اي اهي الاي سي اي زي ما قلنا انترنال كومبسشن انجين بعد كده بيدي مدير الكترونيات اللي هو بيحول من دي سي الى اي سي تمام وبعد كده مدير الكترونيات ده او الكترونيات القوة هيروح لمحرك الدفع الكهرابي اللي هو المطور الكهرابي اللي معانا تمام ده من خلال عملية تحويل من دي سي الى اي سي طبعا الشاحن هنا في الاول بيبقى بيشحن اي سي بيحول من اي سي لدي سي بيشحن بنك البطاريات اللي موجودة عندي وبيدخل طبعا الجزء الدي سي ده بيتحول عشان يدخل من الدي سي بتاع البطاريات لمدير الكترونيات القدرة ويتحول الى محرك الدفع وبالتالي يدخل عالترانسميشن او الجزء الرابط بين مجموعة التروس والاكس الرابط بين العجلتين اللي قدام فدي السيارات الكهربية الهاجينة تمام بتتكون من حزمة بطاريات الحزمة البطاريات اللي هي دي او بنسميها بنك البطاريات والشاحن اللي هو الدي شارجر راسل فيهش ده والاي سي تو دي سي كونفيرتر ومديرات القدرة الالكترونية اللي هي الجزء الخاص بتحويل الدي سي الى اي سي ومحرك الدفع الكهرابي اللي هو ده محرك الدفع الكهرابي تمام بينما أثناء عملية الشاحن تكون المكونات الفعالة هي طبعا في الشاحن بتكون بطاريات والشاحن لأن السيارة بتكون متحركة وبالتالي بيبقى عملية الشاحن موجودة علينا طيب المكونات الرئيسية اخوانا المكونات الرئيسية تمام بنحاول نكشوف ان ده بيسموه الاكتف كومبوننت او الالكترونية القدرة الفعالة دي بتشتغل بنظام السويتشينج او السويتشينج مو طبعا عشان احنا عارفين ان في موضوع السويتشينج ده بنستخدم ترانزيستور سنائي القطب او ترانزيستور سنائي القطب بوابة معزولة اللي هو بيسموه ايزوليتد جيت بايبولر ترانزيستور او احنا بنسميه اي جي بي تي اي جي بي تي طبعا هنا بيوضح لمكونات السيارة الكهربائية في حالة الشحن والقيادة طبعا اثناء عملية الشحن بيبقى ده عندي محطة الشحن بتدخل على الشاحن بتشحن البطاريات البطاريات بتحول الدي سي الى اي سي وتوديها للمحرك الكونفيرتر او العاكس او بنسميه الكوندرولر اثناء عملية القيادة تمام بتطلع الكهرباء بقى تمام لو انا شغال بتطلع من البطارية تروح للمحرك وبتبدأ تحرك العجل الخاص بالسيارة طبعا هنا الدارة الكهربائية لشحن البطارية ادي عندي ادي شبكة الكهرباء العامة شبكة الكهرباء العامة طبعا ده تيار متردد اي سي سواء كان سينجل فيز او سري فيز بيدخل على شاحن البطاريات يعني الجزء ده كله شاحن البطاريات دورا بيدخل على ملفات كويلز وبيدخل على مجموعة من الАي جي بي تي اي جي بي تي او الاي جي بي تي اللي احنا سميناه خلنا ترانزيستور سنائي القطب بوابة معزولة او بيسموه آيزوليتد آيزوليتد جيت باي بولر ترانزيستور او اي جي بي تي يدخل على مجموعة من ال اي جي بي تيز طبعا تمام هنا عندي سنجل فيز يدخل على اربعة اربعة اي جي بي تيز وبعدين يدخل على بنك البطاريات عشان يبدأ يشحن هذه البطاريات البطاريات مجموعة متوصل على التوالي وبعد كده مجموعة تانية توالي والاتنين دول متوصلين مع بعض على التوازن يبقى احنا كده شفنا ببساطة ازاي ازاي بيكون عندي شبكة الكهرباء العامة اهي تمام وبعدين بدخل على شاحن البطاريات اللي هو الجزء ده دخل لي اي سي سنجل فيز بيدخل على ملف وبعدين يدخل على اربعة اي جي بي تيز تمام وبعدين يطلع على مكسف وبعد كده يطلع يغزي البطاريات البطاريات زي ما شوفنا فيه تلات بطاريات هم متوصلين على التوالي وتلاتة توالي والمجموح بتاعهم متوصلين مع بعض على التوازي هم دول اللي بيبدأ اشحنهم هذا الشاحن طبعا الشاحن زي ما احنا عارفين ممكن يبقى من النوع الموصل او الكندكتف او من النوع الاندكتف او بيسموه النوع الحسي طبعا هو بيحتوي على قابس او بلاج عشان يعمل عملية التحويل من اي سي الى دي سي طيب ايه هي يا بقى دي حتة مهمة جدا من اهم شغل فيه تأثير الشبكة تأثير المركبات الكهربية على الشبكة او شبكة شركة الكهرباء في البلد اللي انا موجود فيها فيه عندي التأثير على الاقتصاد والتأثير على البيئة والتأثير على الشبكة الكهربية التأثير على الاقتصاد اللي هي تكاليف تشغيل اقل يعني انا بان انا استخدمت مركبات كهربية فانا بالتالي بعمل امباكت كويس ان انا اعمل تكاليف تشغيل اقل للشبكة وفرص الاستفادة من الفي تو جي اللي هي فيكل تو جريد يعني انا اقدر ادي كهرباء للجريد او للشبكة من خلال السيارات الكهربية اثناء فترة الزروة بقى كده التأثير البيئي طبعا التأثير ده مهم جدا تقليل امبعاثات اقل للغازات الدفيئة او الدفينة طبعا امبعاثات الكربونية كلها تمام بتقل ده التأثير من ناحية الامبايرون منتل او البيئي هنيجي بقى على التأثير التأثير على الشبكة في تأثير positive ايجابي وفي تأثير negative طبعا التأثير الايجابي للسيارات الكهربية على الشبكة اللي هي تسهيل الشبكة الزكية مش اقدر اعمل smart grid غير لما يكون عندي مساعدات من خلال السيارات الكهربية او ان انا بستخدم السيارات الكهربية في smart grid خاصية توصيل السيارة بالشبكة اللي هي فيكل تو جريد تمام خاصية technical قوية جدا بتفيدني في الشبكة والتكامل مع الطاقات المتجددة لان انا اقدر اشتغل على الطاقات المتجددة بتاعتي او الرنيوبول زي السولر وي الويند التأثير السلبي ده هو اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه اللي هو بيأدي الى عدم استقرار الشبكة تمام او عدم استقرار الجهد وزيادة زروة الطلب الديماند بيبقى عالي والهارمونيكس اللي هي التوافقيات وبعدين انحضار الجهد او ان الجهد بيقل تمام وضياع القدرة اللي هي اللوسيز الكهربية والتحميل الزائد على المحاولات هي دي المشاكل او التأثيرات السلبية للسيارات الكهربية على الشبكة الخاصة بشركة الكهربية بقى انا عندي ثلاث تأثيرات رغم واحد التأثير الاقتصادي التأثير الاقتصادي الايكونوميك افكت تمام ده بتقليل تكاليف التشغيل وفرص الاستفادة من الفيكل تجريد اقتصاديا وبعد كده البيئة تقليل انبعاثات للغازات الدفيئة والتأثير التقني او التكنيكا اللي هي تأثير ايجابي بتسهيل عملية الشبكة الزكية وتسهيل خاصية الفيكل تجريد او شبكة السيارة الكهربية الى الشبكة والتكامل مع الطاقات المتجددة اللي هي الرينيوبول بتاعتها طيب ايه المشاكل بقى ايه المشاكل او الاسار السلبية للسيارات الكهربية على الشبكة رقم واحد رقم واحد عدم استقرار الجهد رقم واحد عدم استقرار الجهد رقم اثنين زيادة زروة الطلب رقم ثلاثة التوافقيات رقم اربعة انحضار الجهد رقم خمسة ضياع القدرة الكهربائية رقم ستة التحميل الزائد التحميل الزائد للمحاولات ودي هي تأثير المركبات الكهربية على الشبكة من ناحية التأثير الايجابي والسلبي لثلاث مناظير او ثلاث اتجاهات اللي هو التأثير على او ظهور اثار المركبات الكهربية على الشبكة الخاصة بشبكة الكهرباء العامة تمام وتأثيرها على البيئة والاقتصاد زي ما قلنا فيه رقم واحد التأثير على الاقتصاد رقم اثنين التأثير على البيئة رقم ثلاثة التأثير على الشبكة الكهربائية تأثيرا ايجابيا او سلبيا طيب تعال نبدأ نشوف تعال نبدأ نشوف موضوع التأثير او التأثيرات الايجابية اللي هي الـ positive impact على الشبكة تمام طبعا السهرات الكهربائية دي بتبقى مفيدة مفيدة جدا لانظمة الشبكة الكهربائية في اول حاجة تسهيل الشبكة الزكية اللي هي الـ smart grid تمام يبقى في نظام الشبكات الزكية يتم دمج الاتصال الزكي واتخاذ القرار مع البنية الاساسية للشبكة وينظر الى الشبكة الزكية الى حد كبير على انها المستقبل القادم للباكات الكهرباء والتي ستوفر مجموعة واسعة من المزايا لتقديم امدادات الطاقة يمكن الاعتماد عليها والتحكم فيها متقدما ثم يمكن تحقيق الشحن المنصق مسبقا والتفاعل مع المستخدمين النهائيين بالاضافة الى تفاعل السيارات الكهربية والشبكة الزكية لتسهيل فرص توصيل السيارة بالشبكة لها فيكل تجريد وتكامل افضل الطاقات المتجددة وبالتالي تعتبر السيارات الكهربية بتعمل تسهيلات الشبكة الزكية بوضع كبير طبعا V2G او V2G دي خاصية بتعني يمكن للمركبة الكهربائية او السيارات الكهربائية توفير الطاقة للشبكة العامة يعني انا ممكن اوفر طاقة لشبكة الكهرباء العامة ودي بتبقى ان انا طبعا المركبات بتبقى هي بتتشحن احمال ولما اقدر اوصلها على الشبكة فتعتبر هي مصدر لتغذية الشبكة بالطاقة وبالتالي بيكون عندي فرصة ان انا اغز الشبكة في اوقات الزروة بتاعتي او بيسموها منحنة الحمل اليومي انه مزجي للطاقة لالكهرباء بتاعتي انا عندي هنا اهو في عندي منطقة اقصى حمل اللي هي منطقة عمل مصادر الطاقة عمل السيارة كمصدر طاقة طبعا هنا بيكون منطقة شحن هنا برضو بيكون عندي منطقة شحن وفي النص بتكون هي منطقة كمصدر للطاقة وده علاقة بين الزمن طبعا والحمل فهتلاحظ ان شكل الكيرف في الحمل بيبقى الجزء اللي في النص ده هو بتكون السيارة الكهربية مصدر للتغذية ترجمة نانسي قنقر